السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة ايز انجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة طلبات الصف الاول الثانوي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طالبنا من قناة ايز انجليزي احنا النهاردة ان شاء الله مع حلقة خاصة جدا حلقة خاصة بتست يونت فور اختبار او حل اختبار الوحدة الرابعة ان شاء الله تعالوا نبدأ زي ما احنا متعودين مع دعاء الامتحان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ونقول بسم الله مع اول سؤال ان شاء الله في جزئية الاختبار دايما نهاجلنا اسئلة اختيارات قبارة عن 16 سؤال طبعا بيتنوعه ما بين اسئلة على الفوكابلاري واسئلة على الجرامر اسئلة على الكلمات اسئلة على جزئيات القواعد اللي احنا درسناها خلال الترم كله طيب على لكتشر محاضرة ولا ادفايس يعني نصيحة ولا بلاك بورد صبورة سوداء اللي الصبورة القديمة خالص ولا ناطس بورد على لوحة اعلانات طيب الاوقع والكلمة اللي الدرست في الوحدة دي هي طبعا ناطس بورد اللي هي لوحة اعلانات يبقى الديتيلز التفاصيل بتاعة المحاضرات هتتنشر على لوحة الاعلانات نمبر 2 he just space it for granted that he would pass the exam طيب انا عندي تعبير هنا او زي ما احبهو عليه idiom مصطلح لغوي بيستخدم بس خلينا الاول نشوف just give it for granted ولا put it for granted ولا took it for granted ولا had it for granted طيب هو المصطلح اللي احنا عايزينه اسمه take it for granted يعني بيعتبره امر مفروغ منه يبقى هو اعتبر ان الامر ده مفروغ منه انه هو هيعدي او هيكتاز الاختبارات او الاختبار زي ما هي التحديد المكتوبة يعني هو انتحان واحد فبالتالي هو الماضي بقى من take it for granted took it for granted مظبوط هي الاجابة الصحيحة يبقى take for granted او take it for granted معناها يعني زي ما احنا قلنا يعتبر الامر امر مفروغ منه فهنا طبعا الماضي منها اعتبر امر الامر مفروغ منه انه هو هيعدي او هيكتاز الاختبار number three no doubt that there is a space between smoking and cancer لا يبقى تشك ان في حلقة وصلة كده ما بين التدخين وما بين مرض السرطان اعذان الله اياكم طيب there is a communication ولا there is a contact ولا a connection ولا collection طيب collection معناها مجموعة اقول بقى collection of pictures مجموعة من السور ولا connection اتصال ولا contact contact على فكرة برضو بنفس المعنى تقريبا ولكن بتستخدم على سبيل المثال ان انا على التليفون مثلا يعني لما اقول contact فهو اسم انا بتواصل معاه او رقم يعني اسمه رقم انا بتواصل معاه فابعد شوية دي ولا communication تواصل او اتصال وطبعا دي المقصوب بها عملية الاتصال نفسها طيب انا كده تقريبا شبه وضحت الاجابة والاقرب هي connection يبقى there is a connection في حلقة وصل او اتصال بين التدخين وحدوث المرض اللعينة طيب number four i asked her what she thought انا سألت her what she thought ماذا اعتقدت i should do يجب عليها ان افعل يعني هي اعتقدت انا مفروض اعمل ايه she always gives me good space هي دايما بتديني ايه جيد تعالوا نشوف good advice نصيحة جيدة good connection تاني كلمة connection هنا قلنا اتصال ولا notice board لوحة اعلانات ولا device يعني اله او جهاز طبعا مش ده المقصود هنا المقصود انها دايما بتديني نصائح جيدة فهي good advice على فكرة كلمة advice ما بتدجمعش يعني ما ينفعش اقول advices بس تبقى عارف احنا دايما بنقول a piece of advice وهاضطر لما اجمعها اجمع كلمة piece واقول pieces او اقول some advice ولكن تبقى كلمة advice بدون s ده المقصود بها فهي كلمة لا تعد تمام number five she's been feeling very space since she started this tiring job هي she's been feeling very هي بتحس باي جدا since she started منذ ان بدأت this tiring job هذه الوظيفة المرهقة المتعبة طيب يترى very happy حس لايما انها سعيدة ولا very glad which is happy برضو على فكرة يعني سعيدة pleased نفس المعنى ولا stressed يعني تشعر بالضغط العصبي طيب مدام هي طبعا شغلانة متعبة وظيفة متعبة يبقى very stressed هي الاقرب لان هي الوحيدة اللي معناها سلبي بغض النظر طبعا عن معناها يعني اكيد هي المعنى الصح اللي هتكمل الجملة بشكل صحيح تمام تعالوا نستكمل مع بعض من question number six سؤال السادس في السلايد اللي جاية number six tamers already gone to room هو بالفعل ذهب الى روما and his wife وزوجته and the children وأولاده well space shortly سوف ايه قريبا تاني هنقولها يبقى tamer بالفعل طبعا هنا ال apostrophe is دي معناها has عرفت منين انها has لاني طبعا انا عندي هنا already ده اول حاجة وطبعا التصريف الثالث من go اللي هي gun فtamers على فكرة نطق عادي tamers already gun اللي هي tamer has already gun to room هو ذهب بالفعل الى روما وزوجته أولاده سوف ايه قريبا طيب will follow سوف يتبعوه كيف سوف يعطو ولا will provide سوف يمد ولا will neglect سوف يتغاضى او يعني زمحنا بنقولها كده انه يتجاهل طيب لا اكيد طبعا سوف يحصلوه يعني هيروحوا وراه هيحصلوه على روما فطبعا will follow هي الاجابة الصحيحة number seven she is busy space out the wedding invitations هي مجغولة بتعمل ايه طيب انا عندي اولا المصطلح كده is busy doing something هنا لازم احط فعلي بالضفل وامج طيب يبقى is busy write ولا to write ولا writing ولا written طبعا وضحت انا قلت verb بالضفل وامج يبقى she is busy writing هي مجغولة بكتابة the wedding invitations دعوات حفل الزفاف طيب number eight after allies operation بعد عملية علي وهنا عملية يعني عملية جراحية كلمة operation عملية جراحية mrs. radwa السيدة radwa space him back to health عملت ايه معا ليعود بصحته طيب cheated غشت ولا policed طبعا يعني ازاي policed ملعاش علاقة خالص ولا bullied كلمة bullied معنى يتنمر تنمرت عليه ولا nursed يعني مرة ديتو مرة ديتو يعني قامت بعملية التمريد والمتابعة اعطاؤه الدواء في معاده وتغير له عالجرح كده يعني فطبعا دي الاجابة الصحيحة nursed him back to health تمام؟ طيب number nine the manager has space it clear that he is not going to change his plans المدير كده قالها صراحة ان هو مش هيغير خطته ده المقصود بيها طيب انا عندي حاجة عندي مصطلح برضو idiام زي ما احنا بنقول ان المدير المدير طبعا معاش علاقة بالمدير هي ليه علاقة it clear يعني done it clear ولا made it clear ولا given it clear ولا had it clear طيب انا عندي قالها بوضوح او يخليها واضحة اسمها make it clear ما بقولش do it clear يعني انا مقدرش اقول done احنا الفعل هنا بيجي معها make make it clear طيب هدها بقى بعد has يبقى انا عايز التصريف التالت من make يبقى made it clear has made it clear مش هقول بقى قالها صراحة اعلنها صراحة جعلها واضحة ان هو مش هيغير خطته ده المقصود بيها number ten do you want to add your name space the list حابب تضيف اسمك للقيمة اكيد هي معناها كده طيب to the list ولا for the list ولا add the list ولا about the list حرف الجرة اللي بيجي هنا معاها مناسب to the list عشان تبقى اجابتي اجابة صحيحة تعالوا مع بعض نكمل بقى الاسئلة في السلايد اللي جايه number 11 space lion is roaring in its cage now طيب هو انا عايز اقول اسد بيزهر في افصه الان طيب مفيش في الجملة ما يدل على اني انا اعرف الاسد ده او اني الاسد ده اسد محدد بعينه نكون و هنا انا اعرف اني ادوات النكرة هي تستخدم لشيء نكرة غير محدد و لكنه من مجموعة معروفة المجموعة نفسها معروفة ان اقول مجموعة الاسود هيجي في ادمجك تبعاً شكل الاسد هيقول أفيال هيجي في ادمجك تمام شكل الفيل لما اج文 تليفيزيون هيجي في شكل الفيل لكنوا نكرة بالنسبة لك الذي انا بتكلم عليه وهنا في الجملة لا يدل اى شيء على ان هذه الى الشم!" gefallen�� grapple لباقي المياس فطبيعي جدا ان انا اقول a lion an lion the lion no article ان انا ما حطش حرف جر خالص ما حطش قصدي حرف من ادوات النكرة وادوات التعريف انا اسف ده المقصوب بها هنا فno article يعني بدون اداة نكرة واداة تعريف طيب انا هنا دلوقتي هحط اداة نكرة لان الاسد ده مش معروف فبالتالي ارجع بقى للقانون بتاع ادوات النكرة الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ساكن هحط له a ولو اسم مفرد يبدأ بحرف متحرك هحط له an ولما اجبرنا شوية قال لك لا غير كلمة حرف متحرك جي وحرف ساكن بصوت متحرك وصوت ساكن فهي فعلا تتبع الاصوات وليست الحروف يبقى line عشان ابدأ وقول line ده صوت ساكن بما انه صوت ساكن فهو ياخد اداة النكرة a وهي الاجابة الصحيحة يبقى a lion أو a lion is roaring in its cage now يبقى اسد بيزهر في قفصه الآن يبقى انا ما حددتش الاسد فمازال هو نكرة فبالتالي انا حطيت له اداة النكرة المناسبة طيب number 12 of France is part of space European Union طيب فرنسا هي جزء من اتحاد اوروبي فانا بقول European Union طيب الاتحاد الاوروبي ولا اتحاد اوروبي هو في كذا اتحاد ما فيش غيره هو الاتحاد الاوروبي فده بعينه معرف محدد يبقى اداة التعريف الوحيدة هي التي تصلح لهذه الجملة يعني انا مش هقدر هنا احط غير اداة التعريف فاوروبي اصلا ما تنفعش ان ما تنفعش لان الاتنين دول بتوع ادوات النكرة قلنا دي للصوت الساكن للكلمة او الاسم المفرد الذي يبدأ بصوت ساكن ودي للكلمة او الاسم الذي يبدأ طبعا الاسم المفرد الذي يبدأ برضو بصوت متحرك لازم يكون الاتنين مع الاسم المفرد ذا ولا نو ارتكل برضو مش هحط اي اداة لتعريف ولا نكرة قال لك لأ طبعا الاتحاد الاوروبي يبقى معروف انت حتى بتقولها بالعربي بالالف واللام ومش هقول كل حاجة بتساوي العربي عشان برضو اكون صريح معك يبقى مش شرط انها تكون في العربي فتبقى في الانجليش بس هي عموما دي تمشي في الاتنين كده يبقى تمام الاتحاد الاوروبي يبقى فرنسا هي جزء من الاتحاد الاوروبي نمبر ثرتين عندما اغادر المدرسة عايز اكون عايز اكون مرشد سياحي طيب انا مرشد سياحي من مجموعة مرشدين في العالم كلهم وده اسم مفرد مش هكون مرشد سياحي بعينه انا لسه ما بقتش اصلا انا لسه ما خلصتش فانا هكون واحد منهم يعني نكرة مش معروف ومش مشهور طيب ما ينفعش اقول انا هكون المرشد السياحي طب هو انت اي مرشد انت لسه اصلا ما خلصتش فطبعا هي الاصح ان انا اقول وهي الاجابة الصحية نمبر فورتين واحدة من الصفحات خلي بالك انت بتتكلم على واحدة من الصفحات مش الصفحات كلها فانت الفاعل بتاعك هنا اتقطعت او مقطوعة عشان بس نكون واضحين لسه نشوف هي مقطوعة ولا تقطعت عشان انا مش عارف زمن verb to be لان من الوضع كنا ان هما verb to be في الاختيارات طيب is للمفرد يبقى مظبوط انا بتكلم على صفحة واحدة لغاية دلوقتي is ok تمشي are لا ما تنفعش لان انا بتكلم على صفحة من مجموعة الصفحات where برضو دي بتاعت الجامعة في الماضي have been برضو دي في المدارع التام طيب ايه الاصح دلوقتي ان انا استخدم مدارع تام ولا استخدم present simple كحقيقة ان صفحة مقطوعة اصلا دلوقتي طيب خلاص يبقى الصفحة مقطوعة دلوقتي وهي حقيقة يبقى is stored هي الايجابة صح one of the pages in the book is stored مقطوعة تمام number 15 my family and I visited the zoo اسرتي وانا زرنا حديقة الحيوان and the zoo space line وشفنا اسد او الاسد لسه ما نعرفش طيب في حاجة تدل اني الاسد ده معروف في الجملة اني مفوض ان هو مشهور مفيش غيره يعني في حضقة الحيوان دي لا مفيش يبقى مش هتقدر تقول the lion عشان نجيب من الاخر طيب يبقى a and no article طيب ما انا محتاج حرف من او اداة من ادوات النكرة لاني ده اسمه مفرد ما ينفعش اسيبه كده الاسم المفرد في اللغة الانجليزية ياتنكره يتعرفه ما ينفعش يتساب كده تاني بكرر الاسم المفرد في اللغة الانجليزية يتعرفه يتنكره في معظم حالات ولازم يأما نكرة يأما حرف صورة تحط له اداة التعريف فانا هنا مش حالة راسيبه كده فأقول and so a lion برضو هحط a او a قول هزا منت عايز British او American اللي رايحك تمام number 16 I was so thirsty انا كنت عطشان جد and asked for space of water وطلبت ايه من المية طيب the glass of water يعني كباية المية بينها انت عرفها هي محددة عشان كده هتطلعها ذا ولا glass of water وglass ده اسم مفرد ماينفعش أقولنا نسيبه كده ماينفعش أقول glass for glass of water لكباية مية وكباية مية انا هتضطر تراجمها كده لكن هي grammatical لخطأ لاني ما فيهاش اداتنا كده وهي شيء مفرد لانها كباية واحدة a pair of glass a pair يعني زوج من الكبايات وحتى ما قلتش كبايات انا قلت a pair of glass زوج من اه يعني مش نفع يعني مش نفع a pair of glass زوج من الكباية ده المقصود بيها وهي تمشي pair of حاجة بس هي مش بتيجي مع glass على فكر طيب ولا a glass of water كباية مية طب ما هي ريحني a glass of water هنا مش مقصود بيها زجاج هنا كلمة glass مقصود بيها كوب من الماء فa glass of water كوب مية انا كنت عطشان جدا فانا طلبت كوب من الماء تمام هننتقل للسؤال رقم 17 question number 17 وهو سؤال fill in the space اكمل الفراغات تعال نشوف مع بعض سؤال fill in the space السلايد اللي جاي question number 17 fill in the space اكمل الفراغ طبعا احنا لازم نكمل بone word كلمة واحدة عشان برضو بنأكد المعلومة دي طيب عندك كم فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عندي عادة ست فراغات اكملهم تعالوا كلا نشوف احنا اتفقنا طبعا ودينا تعليمات ازاي نحل السؤال ده مفهوك بنقرأ الجمل من الاول للاخر لو في حاجة جات في بالك وانت بتقرأ ان انت شايف ان دي تصلح اجابة بتسجلها كده بتحطها على جنب لغاية اما تبدأ تعيد تاني من الاول وتقرأ الجمل تاني كلها جملة جملة عشان تقدر تتأكد من الاجابة اللي انت افترضتها ده كان الموضوع وكان الطريقة بشكل مختصر يعني احنا هنا هنحل على طول طبعا protecting the environment حماية البيئة is space must يعني شيء لازم طيب شيء لازم يعني ده هنا must مش must اللي انت تعرفها ان انت تستخدم بعدها فعل في المصدر هنا هي ناون فمدام هي اسمه مفرد وشيء لازم او الزامي يبقى حضرتك لازم تحط لها اداة نكرة من ضمن الاشياء المهمة في حياتنا يبقى is a must لانها طبعا تبدأ بصوت ساكن وليس صوت متحد how come we pollute كيف نلوث كيف نلوث space world الشيء اللي ما فيش منه غير حاجة واحدة في حياتنا دايما بياخد حرف او زي ما احنا بنقول عشان نقولها اداة التعريف the انا ما عنديش غير عالم واحد فهتاخد the how come we pollute the world كيف نلوث العالم ما فيش غير عالم واحد اللي هي الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها العالم بقراته المعروفة in space we live الذي نعيش فيه ما هي ما فيهاش غير كده مش هقدر اقول حيثومة مش هقدر اقول حيثومة اللي هي where lay عشان انا عندي حرف الجر يبقى انت هنا محتاج relative pronoun ضمير الوصل which in which we live الذي نعيش فيه how come we pollute the world كيف ان نلوث عالمنا او كيف ان نلوث العالم الذي نعيش فيه وبعدها عالم التعجب كده وبتعجب يعني ازاي النلوث consequently individuals وبناء على ذلك individuals الافراد اللي في العالم كلهم طبعا should cooperate يجب ان يتعاونوا with space government طيب government احنا عادة معناها حكومة فيجب ان يتعاونوا مع الحكومة مظبوط الالف واللم عندنا في اللغة الانجليزية هي اداة التعريف the مظبوط the government to create a healthy environment عشان نخلق بيئة صحية بيئة صحية the government حتى هنا اشوف هو حط the مع government the government should impose يجب انها تصدر يجب انها تصدر او تفرد space necessary laws necessary laws laws هنا قوانين وnecessary ضرورية بيبقى يجب انها تفرد بعض القوانين الضرورية طب بعض يعني some طيب انت هتقول some ممكن واحد تاني يقول لي انها تفرد new necessary laws يعني قوانين قوانين ضرورية جديدة ممكن حط new على فكرة ممكن حط new ما فيش اي مشكلة يبقى اللي هحط some ok some necessary laws ok اللي هيقول impose new necessary laws انها تفرد او تطبق او تشرع قوانين ضرورية جديدة برضو اجابة يعني ما فيهاش مشكلة اجابة صحيحة طبعا انا دايما بيجيلي تعليقات الناس بتقول ينفع حط هنا معلش انا بعتذر مش بنقدر طبعا نرد على كل الاجابات فلو انت شايف انها تمشي فيه كلامك كده ينفع يعني مش كل الاجابات اللي انا بحطها بس هي اللي تمشي طيب نرجع تاني نقول الجملة دي the government should impose يجب على الحكومة ان تفرد بعض القوانين الضرورية او قولنا قوانين ضرورية جديدة قولها بقى بالطريقة اللي انت عايزها ومن غير كلمة طبعا بعض لو انا حطيت new في الحالة دي فتبقى برضو اجابة صحيحة ما هياش اجابة خاطئة space we must follow to protect the environment القوانين دي يجب ان احنا نتبعها عشان نحمي البيئة بتاعتنا طيب القوانين انت هتعوض عنها القوانين دي شيء عاقل ولا غير عاقل هي ما فيها شغل كده هو ما حطش نقطة على فكرة فانا مضطر اوصل الجملة ثم بعد انت محتاج ضمير واسط لل اللي هي القوانين وهي غير عاقل يبقى ذات هي برضو من ضمن الحاجات المناسبة لو حطيتك حطيت which صح مش غلط laws which we must follow to protect the environment حطيت ذات برضو صح مش خطأ عشان لو حد قال ينفع حط هنا which ايوة ينفع حط which مش غلط تمام تعالوا مع بعض ان شاء الله ننتقل لسؤال الكمبرهنشن قطعة الفهم تعالوا نشوف اللي عندنا النعم read the following passage اقرأ القطعة التالية then answer the questions ثم اجب على الاسئلة طيب فيه ناس بتحب تقرأ القطعة الاول وبعدين يقرأ الاسئلة ويجابه وفيه ناس بتحب تقرأ الاسئلة الاول عشان يفتكر وهو بيقرأ مواقع الاجابات فيعلم عليها برحتك لك مطلق الحرية لكن احنا بنحب دايما نمشي بالترتيب فهار القطعة الاول the ancient Greeks القدماء اليونانيين always asserted that دايما كانوا بيأكدوا اني a healthy mind العقل السليم الصحي in a healthy body في الجسم السليم الصحي is the key هو الضروري او المهم هنا كيف معنى ضروري على فكرة to a well balanced life هو شيء ضروري لحياة جيدة متوزنة طبعا لو احنا نترجمها ترجمة حرفية هي المفتاح حياة متوزنة جيدة مش غلط ما فيهاش اي مشكلة او انا حتى ترجمة حرفية ماشي كثير من المدارس بتقلل كمية الوقت المخصصة او المعطاة للرياضة و بعض المدارس بتلغي بالكامل الجزء المخصص للرياضة على الرغم مني المواد الاكاديمية على الرغم منها شيء مهم اي ام اي ام سترونجي انا بقوة اعارض to the complete removal of sport للازالة الكاملة انا معارض للازالة الكاملة للرياضة انهم ايشيروا حصص الالعاب كلها او الفيزيكال الفيزيكال البي زي ما احنا بنقول دي دي انا معارض لها بشكل كبير الكاتب او الكاتبة بتاعت المقال ده هو اللي بيقول كده او هي اللي بتقول كده Firstly أولاً schools have a responsibility المدارس أولاً طبعاً أولاً المدارس لها أو عندها المسئولية أو تمتلك المسئولية to educate children لنها تعلم الأطفال in all areas في كل المجالات هنا مش في كل المساحات مقصوب طبعاً بيها كل المجالات for that reason it is just as important to provide sports من الضروري نحن نمد الرياضات أو ممارسة الرياضات لأنه قال to provide sports practice for the professional sportsmen and women of the future نحن نمد التدريب أو الممارسة المتخصصة professional ل for the professional sportsmen نحن تاني هقول الجملة دي it is just as important إنه من الضروري أو من المهمة to provide sports نحن نمد نمد الطلبة يعني طبعاً بممارسة الرياضة عشان تحديداً يعني for the professional sportsmen علشان الرياضيين والرياضيات يعني سواء كان رجالة أو سيدات محترفين المستقبل اللي هم هيبقوا رياضيين أو رياضيات محترفين في المستقبل أنا ممكن أطلع لائب كرة قدم محترف منذ الصغر من المدرسة وهكذا أطلع عداء من المدرسة يشارك في الأولمبيات بعد كده فهو ده المقصود بها يعني as it is to provide academic training وطبعاً إنه نمدهم بتدريب أكاديمي to those who will go on to university اللي هيروحوا الجمعة يعني أنا بحاول أوازن ما بين تدريب رياضي وتدريب أكاديمي ما عندناش مشكلة ما بين الاتنين ياخدوا المواد الدراسية بتاعتهم ياخدوا المواد الرياضية ويتدربوا ويستمتعوا طيب والناس اللي هتكمل في الرياضة هيبقى بطل في المستقبل هيساعدنا في المستقبل هيشيل اسم بلده في المستقبل واللي هيكمل بعد كده أكاديمياً هيكمل في الجمعة in addition بالإضافة لذلك students these days الطلاب هذه الأيام spend long hours بيقضوا ساعات طويلة studying يدرسون or working at their computers بيدرسوا أو بيشتغلوا على الكمبيوتر قاعد فطرة طويلة جداً ما بيتحركش therefore لذلك they need the opportunity they need the opportunity هما بيحتاجوا للفرصة بيحتاجوا الفرصة to do some physical activity ان هما يمرسوا بعض الأنشطة الحركية during school day أثناء اليوم الدراسي this will not only help to increase دا مش بس هيساعد في زيادة their level مستواهم of fitness مستوى اللياقة لديهم and make them healthier مش بس هيخلي مستوى مش بس هيخلي مستوى اللياقة لديهم عالي وإني تبقى صحتهم أحسن خالص مش بس كده it will also mean that they develop better social skills كمان هيطوروا وينموا عندهم المهارات الاجتماعية and are able to concentrate ويكونوا قادرين على التركيز on their status في دراستهم for longer لوقت أطول لإني طبعاً دا بيشيل من عليهم الضغط العصبي ومرسة الرياضة بتشيل من عليك الضغط العصبي والألأ and thus ونتيجة لذلك achieve better هينجزوا أكتر أو هينجزوا بشكل أفضل achieve better results هتكون نتائجهم أفضل هينجزوا نتائج بشكل أفضل in conclusion في الخاتمة I strongly believe أنا بشدة أؤمن that sports in الرياضة should remain يجب أن تبقى a key part جزء أساسي الثاني هو بيقولها لي جزء أساسي أو جزء ضروري of the school curriculum من المنهج المدرسي أو المنهج الدراسي all children كل الأطفال have the right لديهم الحق to get a balanced education أن يحصلوا على تعليم متوازن ما بين إني طبعاً أنا أعلمهم مواد دراسية مواد أكاديمية أو مواد رياضية and they should not be deprived ويجب ألا يحرموا of the opportunity من الفرصة to learn how to play sports من فرصة كيف يتعلموا أو opportunity to learn من فرصة تعلمهم how to play sports كيف يمارسوا أو يلعبوا الرياضات من حق أن أنا أتعلم إزاي ألعب هاندبول أو إزاي ألعب واتعلم قوانينها ويتعلم ويبقى عندنا ملعب فعال أقدر أمارس في الرياضة دي في الوقت المناسب خلال اليوم الدراسة طيب تعالوا مع بعض نشوف ده كان رأي الكاتب فتعالوا نشوف الأسئلة اللي عندنا الخاصة بجزئية أو قطعة الفهم طبعا عندنا جزء خاص بأسئلة الاختيارات وبعد كين عندنا جزء بالopen-ended questions خاص بالأسئلة أو أسئلة أدوات الاستفهام بقى بشكل عام وبيحتاج طبعا إجابات خاصة وقد يكون لها علاقة بالقطعة وقد يكون لها علاقة برأي حضرتك تعالوا نشوف Part A choose the correct answer from A, B, C, or D وده السؤال رقم 18 معنا The ancient Greeks القدماء اليونانيين believe that بيؤمنوا أن طبعا مديني أربع اختيارات أنا أختار منهم اختيار صحيح There is a connection between intelligence and a strong body في علاقة قوية أو في علاقة بين الزكاء والجسم القوي Well balanced food الطعام المتوازن is important شيء ضروري أو مهم There is a negative effect يوجد تأثير سلبي of sports للرياضة on the body على الجسم Studying is more important than sports الدراسة أو التعليم يعني بشكل عام أهم كتير من الرياضة أو الرياضات طبعا انت شايف إيه أقرب إجابة من الأربعة طبعا وهي اللي بتحكي عن الفكرة الرئيسية الخاصة بالقطعة عندنا طبعا اني في صلة أو في علاقة بين الذكاء أو زي ما قلنا الجسم السليم والعقل السليم فأكتر وحدة بتدل على الموضوع ده هي number A وهي الإجابة الصحيح طبعا number 19 number 20 what should not خلى بالك not what should not children be deprived of at school ماذا من همش علاقة خالص بالموضوع فطبعا number D هي الإجابة الصحيحة doing sports ممارسة الرياضة number 21 on the passage is about القطعة اللي احنا على نوع دي عن اين برضو هتلاقي لها علاقة بحاجة خاصة بالفكرة اللي احنا ولها هنا طيب decreasing time given to sports تقليل الوقت المعطى للرياضة يعني نحنا نقلل الوقت الرياضة ولا the importance of education أهمية التعليم ولا the values of practicing sports at school القيم بتاعت ممارسة الرياضة في المدرسة قيم وأهميتها أهمية ممارسة الرياضة ولا academic subjects المواد الدراسية أو الأكاديمية at school في المدرسة طبعا كده وضحت الإجابة number C the values of practicing sports at school أهمية وقيم ممارسة الرياضة في المدرسة أو زي ما احنا بنقول the values اللي احنا بنتعلمها القيم اللي احنا بنتعلمها والأهميات اللي بتعود علينا من ممارسة الرياضة في المدرسة the values of practicing sports at school طيب هنروح ل part B الجزء التاني وهو الخاص بال open-ended questions answer the following questions تعالوا كده نشوف مع بعض اين وعية الاسئلة اللي عندنا وازاي هنحلها part B الجزء التاني عندنا من الاسئلة زي ما قلنا answer the following questions اجب على الاسئلة التالية number 22 مشكلة زيادة وقت الرياضة في المدرسة هل هو بيدعم ولا بيعارض تفتكروا يا جماعة طبعا بناء على اللي احنا قرنا فهو يدعم الكاتب بيدعمها بيدعم المشكلة دي او بيدعم الموضوع ده انه هو عايز اصلا يزود وقت الرياضة في المدرسة طيب question 23 in your opinion في رأيك how could practicing sports at schools help students later in university and at work في رأيك كيف الرياضة تستطيع او كيف ممرسة الرياضة تستطيع انها تساعد ممرسة الرياضة في المدرسة طبعا كيف تستطيع ممرسة الرياضة في المدرسة انها تستطيع ان تساعد الطلاب فيما بعد في الجامعة او في العمل هتساعدهم فيه طبعا انا ممكن اخد copy paste من القطعة في اجزاء هو الها وفي اجزاء انا هقولها من دماغي فيفضل طبعا بعد ما انا هقرأ الاسئلة لو انا لاحظت طبعا في السؤال 24 بيقول لماذا من المهمة ممارسة الرياضة اثناء اليوم الدراسي فهنا دي اللي هتخليني اخد الحاجة من القطعة وهنا هحاول طبعا انا افكر فيها من ممارسة الرياضة بشكل عام بتساعدنا في ان احنا نقدر نرتب وقتنا ان نقدر اجمع بين الدراسة وما بين الرياضة اللي انا قلته برضو ان ممارسة الرياضة واحنا كنا بنقرأ قلت بتشيل الضغط من علينا يعني انت مش هتحس بالضغط هتخليك دايما شخص هادي شخص منظم فدي حاجة كتير او احنا نقدر نستفدها من الرياضة نعبر عنها ازاي تعالوا كنت نشوف ان answer او to answer question number 23 عشان نجاوب رقم 23 انا قلت practicing sports could help من الممكن ان تساعد تساعد هم بقى could help them arrange their time ان هم يرتبوا وقتهم perform better in school ان نحنا نؤدي او نخليهم يؤدوا اداء افضل في المدرسة relax more هتخليهم يسترخوا بشكل اكبر ويقل الالأ او يخلي الالأ اقل ودي من ضمن الحاجات اللي بتساعد عليها ممرسة الرياض وخصوصا اثناء الدراسة number 24 why is it important لماذا من الضروري to practice sports during the school day تقريبا مهم يعني السؤال تقريبا قريب قوي من السؤال ده فمهم قوي ان عشان كنت بقوي مهم في السؤال رقم 23 وخصوصا انه بيعبر عن رأي لانه بقول in your opinion فعشان كده انا هنا بقول لا هنا رأى انا قدر اخذ ملقتها فانا قلت number 24 انا قلت because it will not only help to increase their level of fitness مش بس فقط هي بتزيد من مستوى اللياقة and make them healthier وبس تخليهم اكثر صحة اكتر it will also mean that they develop better social skills انه هم هيطوروا اكتر من مهارات التواصل الاجتماعي بتاعتهم and able to concentrate ويكونوا قدريعان انه مركزوا on their status في دراستهم for longer لفترة اطول and thus وبناء لذلك achieve better results هي ادوا او هينجزوا نتائج افضل ودي بالزبط copy paste من القطعة انا ما جبتش حاجة زيادة من عندي طيب تعالوا ننتقل لسؤال 25 وده هكون خاص بتranslate into english ترجم الى اللغة الانجليزية الناس اللي كانت بتطلب ازاي عايزين اسئلة الترجمة طبعا احنا كنا عاملين ثلاث حلقات خاصة بالترجمة ولكن تعالوا بقى نطبع مع بعض اكتر في من خلال ممارس 6 في الامتحانات نشوف معنا ايه ترجمة في السلايد اللي جاي طيب رقم واحد بيقول لي هل تعتقد ان الاعلام يلعب دورا فعالا في نشر الوعي القومي وتوجيه طاقات الشباب طيب اولا ده سؤال ما هياش اجابة وسؤال بهل وهل تعتقد احنا عارفينها دايما دو يو ثينك فخلاص هتبقى هي بداية الطلعة بتاعدي طيب الاعلام نبدأ كده نشوف كلمة كلمة احنا بنترجم كلمة كلمة الاول وبعدين ابدأ اعمل connection بقى ما بين الكلمات دي الاعلام هلقوا علي media وطبعا لما هو يبقى بالالف واللام هقول the media يلعب طيب خلاص ما انا عارف يلعب play طبعا عشان الاعلام اسمه مفرط خاتبقى دور يا جماعة دور يعني ايه دور وخلي بقى لك مش دور بس ده دور فعال طب فعال يعني effective طب دور بقى طيب فاكرين كلمة role اللي هي r o l e هي هنا خلا بلك مش rule اللي هي قاعدة او قانون اللي هي r u l e لا انا بقول r o l e مظبوط هي اللي هنا انا عايز طيب في نشر فيها تبقى نشر بقى ينشر يعني عارفين الجبنة اللي بتتفرد دي جبنة اللي هي صايحة يعني بقولوا عليها كده جبنة بتتفرد على العيش دي اسمق spread cheese زي الحلاوة spread كده ما كانوا بقولوا عليها حلاوة spread كانت مشهورة جدا بالإعلام بتاعها بتاع يا كوتش تمام طيب فا احنا لازم نستفيد من كل الكلمة بنشوفها في التلفزيون فكلمة ينشر لان كلمة اللي الجبنة او الحلاوة دي بتتفرد فهي بتنتشر او بتتنشر على العيش بتتفرد على العيش فاحنا هنا عايزين يقول ينشر الوعي القومي او نشر في نشر الوعي القومي طب الاول بس نشر يبقى نشر spreading فانا هاخدها من الحلاوة او من الجبنة زي ما بنقول الوعي كلمة وعي لازم تبقى حافظها وعي يعني awareness وقومي يعني national لاني دولي يعني international توجيه كلمة توجيه او اتجاه خلي بالك هي اتجاه ناوين وهتبقى او direction فاكرينها اتجاه direction فهتبقى هنا directing لاني هنا هستخدمها كفعل طاقات كلمة طاقة energy طاقات energies طب شباب احنا اقول لها young people او youth خلاص تعال بقى نجمع الكلمات دي كلها في سؤال صحيح احنا اقول لها نبدأ ب do you think يبقى هل تعتقد انا انا هتبقى that do you think that the media الاعلام يلعب دورا plays طب انت ازاي بتحط do وحط plays لا ما انت قلت do you think خلاص الفعل بتاعها في المفرد think او الفعل بتاعها في صيغة الاذبات في صيغة infinitive اللي حنقول عليها صيغة affirmative form او infinitive I'm sorry infinitive form صيغة المصدر عشان كلمتاها مني مش عارف ليه في صيغة المصدر infinitive form انا حطتها خلاص مع think do you think فهنا بقى ان الاعلام يبقى do you think that the media plays an effective role دور فعال in spreading تمام national awareness ونالواعي قومي national awareness and لوا directing أو directing توجيه the energies of youth اللي هي طاقات الشباب وتبت صح كده اهي do you think that the media plays an effective role in spreading national awareness and directing the energies of youth تمام عايز تقول of the youth ما فيهاش مشكلة يعني of youth أو the youth اللي تنصح طيب number two يجب أن نعمل كثيرا ونتكلم قليلا يا سلام مهمة جدا تمام يجب يبقى we should عايز تقولها we have to اللي اثنين صح أن نعمل we should work جميل كثيرا a lot طب نتكلم قليلا talk a little خلي بالك مش أقل هو ما قالش ونتكلم أقل هو قال نتكلم قليلا يبقى talk a little طيب فالعمل الجاد هنا أنا عندي دي محتاجة كوما شوية فالعمل فأنا نحط أبلا كوما عشان حسنت إنه هو فصل ما بينهم كده فالعمل الجاد يبقى hard work هو أنا هو دي يعني is تمام is the only way الطريق الوحيد صح كده لرفع يرفع يعني raise يبقى لرفع يبقى to raise مستوى المعيشة آه مهم معوي المعيشة living ومستوى يعني standard تمام أو status بس standard هنا أفضل عشان أنا أقول مستوى المعيشة هخليها زي مستويات فأقولها living standards فهنا أفضل شوية أنا أقول standard عشان أقولها standards جميل تعالوا بقى نجمع يبقى we should work a lot and talk a little هحطكم معلش hard work is the only way هو الطريق الوحيد to raise living standards عشان نرفع مستوى عيشة أو رفع يعني مستوى المعيشة آه الإجابة بتاعة رقم 2 ويبقى كده أنا ترجمتها ترجمة صحيحة طيب الشق الثاني من الترجمة طبعا من الإنجليز العربي هو دايما من الإنجليز العربي بيكون أسهل تعالوا نشوف 26 ونشوف عندنا النهار translate into Arabic ترجم إلى لغة العربية رقم 1 number 1 إيجبت هاتو كول for an international conference in at stability in peace process and combating terrorism مهم أو جملة دي في الفترة اللي احنا فيها طيب إيجبت مصر had to call اضطرت أن تنادي ولا أن تدعو تالي أن تدعو أفضل طبعا for an international conference المؤتمر دولي مؤتمر عالمي براحتك شوف أنت هستطول أين يهدف aimed يهدف at stability استقرار صح كده stability استقرار في عملية السلام and competing terrorism و مكافحة الإرهاب مهمة أوي دي يتيجي من إنجليز العربية من عربي الإنجليز دي خلي بالك طيب احنا كده قلناها بالعمية تعالوا بقى نركبها صح نكونها لغة عربية كويسة تماما مصر اضطرت ليه مصر اضطرت بلاش اضطرت دي ما نقول كان واجبا على مصر الدعوة بدل اقول لمؤتمر خليها انت لعقد مؤتمر دولي ايه رأيك بهدف الاستقرار في عملية السلام ومكافحة الإرهاب شكلها أحلى كده بص تعالوا كده اهي كان واجبا على مصر الدعوة لعقد مؤتمر دولي بهدف الاستقرار في عملية السلام ومكافحة الإرهاب انا شاف انها كده شكلها احسن طبعا دي لغة في حاجة اسمها روح لغة ممكن مدرس او حضرتك او حضرتك ترجميها بشكل مختلف ولكن جميعا نتفق على الاساسيات فكل واحد لأسلوبه يا جماعة في الترجمة يعني هتلاقيني دايما حتى اونا بقرأ قطرة بترجمة ترجمة اترجمها وعايز ام مش بس اترجمها انا عايز اوصل لك المعنى فتلاقيني دايما بترجمتي غريبة شوية مش مش زي ما انت يعني متخيل ان انا مش بترجم ترجمة حرفية او ترجمة هحول الارتكل ده لنص بقى هبعطه الامم المتحدة يعني انا بتكلم تحديدا على موضوع الكمبرهنشن مثلا تمام ودي اللي احنا بنوع عليها اروح اللغة جماعة number two I think it is the responsibility of the government اعتقد انها مسئولية الحكومة to give our youth انها تعطي لشبابنا the chance and the chance and the chance to share انه يشارك in the reform process في عملية reform دي با اي process عملية تابع reform الاصلاح خلي بالك منها برضو حلو دي جملة سهلة دي جميلة جدا يبقى اعتقد ان مسئولية الحكومة هي منح شبابنا لشان our youth شبابنا الفرصة في عملية الاصلاح المشاركة للمشاركة لما ننساش المشاركة فالفرصة للمشاركة في عملية الاصلاح طيب تعالوا كده نشوفها هي اعتقد ان مسئولية الحكومة هي منح شبابنا الفرصة للمشاركة في عملية الاصلاح وتبقى اجابتي اجابة صحيحة طيب كده انا حلت كل الاسئلة مع هذا سؤال الرأي تاني تعالوا نشوف الأسهي اللي عامل للناس مشكلة ومخوفهم الموضوع موضوع سهل جدا والمئة وخمسين كلمة مش موضوع يا جماعة قدم ما هي محتاجة ترتيب أفكار والنك تزود شوية الكلمات وتخلي بالك من بعد النصائح بعض النصائح ده أنا هقولها كمان شوية تعالوا نشوف اللي سؤالة اللي جاي اختار واحد من الموضوعين اكتب حوالي مئة وخمسين كلمة عن الموضوع مئة وخمسين كلمة مش عاقبة يا جماعة اكتب أسهي عن تلوث الهواء طبعا مقال يعني عن تلوث الهواء عن أفضل طريق لتعيش حياة صحية طيب أنا هختار الموضوع التاني تعالوا كده مع بعض نشوف في اللي سلايد اللي جاي هنحله ازاي ادي الموضوع كامل يا جماعة نصيحي لحضرتك بكل سهولة وبساطة أولا كل جملة تبدأ بحرف كابيتل كل جملة تنتهي بنقطة علامة تعجب علامة استفهام إني أقسم الاس بتاعي على الأقل لثري باراغرفس أدي أول باراغرف الاندنت اللي أنا بعمله ده مهم جدا اللي هي ترك مسافة في أول باراغرف ترك مسافة في ثاني باراغرف ترك مسافة برضو في ثالث باراغرف أو قبل الباراغرف أو بداية الباراغرف الثالث نفس القصة في الثاني وفي الأول دي مهمة جدا عشان أعرف المصحح إن أنا معسم الشغل بتاعي قلنا باراغرف 1 هيكون الانتراركشن المقدمة باراغرف 2 هيكون البادي اللي أنا بحكي فيه عن الموضوع بشكل خاص بخش في لب الموضوع زي ما بنقول والباراغرف الثالث أنا بحط فيه النهاية الكونكلوجين بتاعتي الخاتمة بتاعتي اللي ممكن ألخص فيها النقاط الرئيسية اللي أنا اتنقشت فيها هنا مجرد إن أنا أقولها بس طبعا كل واحد لي أسلوبه في الكتابة طيب حاول دايما ما تستخدمش أرقام اكتب الرقم بالحروف يعني لو أنت عايز تقول 2005 يفضل اكتبها بالكلمات why not إن أنت تزود ما تكتبش اختصارات يعني ما تقولش don't و doesn't ما تقولش isn't و aren't لا خليها are not خليها is not خليها does not خليها did not وهكذا طبعا عشان تقسمها الكلمتين حرف الجر بتحسب بكلمة يعني أنك تقول لي in أو at أو الكلام ده هو كلمة أداة النكرة زي أنك تقول لي هنا مثلا على سبيل المثال healthy body ادي كلمة healthy كلمة body كلمة يبقى دول ثلاث كلمات يعني أداة النكرة اللي هي بتتكون من حرف واحد دي بتتعد كلمة أيوة تتعد كلمة خلي بالك حط transition words يعني ايه transition words كلمات تخليني أنتقل من فكرة لفكرة زي هنا مثلا كلمة in addition بالإضافة إلى ذلك وحط كما دي كلمات مهمة جدا بتزود معايا بص هنا also أيضا وحط كما ممكن أقول first, second, third, next, after that كده يعني كل الكلمات دي بتساعدني وبتزود لي حصيلة المية وخمسين كلمة اللي احنا بندور عليها مهم جدا أنت تتبع التعليمات دي عشان تحقق المية وخمسين كلمة يعني هو بقول لي about 150 يعني مش هنقع بنعد البعض ولكن املى العين وخليك دايما تعدي الموضوع بأنك تتناقش فيه بشكل جدي وتقول كل النقاط اللي انت ممكن تنقشها رتب أفكارك احنا بنتكلم عن أفضل طريقة لنعيش حياة صحية طيب أنا بعمل حاجة اسمها topic sentence اللي أنا بقول له فيها الموضوع باخد جزء طبعا من الرأس الموضوع اللي هو الهولي The best way to live a healthy life is to eat healthy إنك تاكل بشكل صحي and do more active physical activities وإنك تؤدي أنشطة حركية كثيرة أو أكثر تمام أبدأ بقول له healthy eating الأكل الصحي أو إن أنا أكل بشكل صحي and exercising والتدريب have a big effect لديهم تأثير كبير أنا مش هخش في تفاصيل أنا بقول له لهم تأثير كبير ومقولتش تأثير هو إيه on your future success على نجاحك في المستقبل remaining in a healthy body البقاء في جسم سليم صحي and preventing obesity وتجنب أو منع السمنة or overweight يعني بص أنا حتى قلت obesity سمنة وحطيت or عشان تتحسيب لي بكلمة overweight ما شرح له يعني obesity عشان أزود الحصيرة بتاعتي it is a rule that everyone إن الجميع should live by يجب أن يعيشوا بيها and it brings many benefits وتعود أو تجلب لنا العديد من المنافع to your life لحياتك تجلب لك الكثير من المنافع لحياتك كل دي كده أنا ما أتكلمش شرح أي تفاصيل تعالوا بقى نبدأ تقول تفاصيل أحط مسافة زي ما اتفقنا مش أنا بقين لو ده أنا بدأت paragraph جديد الparagraph الأولاني مش لازم أكمله الآخر السطر يعني لو هو انتهى هنا خلاص بأسيب الباقي ده وابدأ زي ما قولنا بمسافة جديدة واحدة قولي طب أسيب سطر لو أنا همتحن على ورق يعني أما فيش مشكلة أسيب سطر عادي جدا سطر واحد كفائي researchers هو ما قالش أنا researchers قال researchers البحوث طب لما أنا قلتها الباحثين researchers يعني عادي ما فيش مشكلة بروف أثبتت ذات ستاينج هلثي الباقاء بصحة جيدة جتنج ناف سليب إن أنا أحصل على نوم بشكل كافي وإن أنا أبقى بشكل بدني لائق help you ده بيساعدك in school في المدرسة by performing better إنك تؤدي أداة أفضل also developing healthy habits برضو بتطوير العادات الصحية أني أنت بص حطيت أداة حطيت كلمة انتقالية كده also أيضا developing transition words واحدة من الترانزشن words developing healthy habits قلنا عن تطوير تنمية العادات الصحية leads to many achievements تقودك إلى العديد من العنجازات in school في المدرسة children who perform many different physical activities الأطفال اللي بيؤدوا العديد من الأنشطة الحركية remain in a healthy fit بر يبقوا في صحة جيدة وجسم لائق بدنيا نقطة children should have a minimum of 60 minutes عادي لو أنت كتبتها طبعا 60 وعادي لو أنت كتبتها كده يعني كده كده هتتعد بكلمة يعني المشكلة بقى في 61 62 والحاجات دي يفضل أنك تقسمها كلمتين فعشان كده حطيتها 60 60 minutes لمدة 60 دقيقة of physical activities من الأنشطة الرياضية per day في اليوم recommended by the centers for diseases control and prevention ده الموضوع ده موصى به من مركز التحكم في الأمراض ومنعها أي حاجة أنا بألف واخد بالك مركز الصحة في مصر ولا أي حاجة if you get enough exercise لو أنت حصلت على تدريب كافي per day باليوم إلا يحسن then your body will function properly جسمك هيشتغل بشكل سليم in addition بالإضافة إلى ذلك كلها مجموعة نصائحة ما أنا ما استخدمتش أي حاجة صعبة بصراحة children who exercise gain lifelong benefits الأطفال اللي بيتمرنوا بيكسبوا فوايد عديدة جدا طول حياتهم like having a healthy body زي الحصول على جسم صحي flexibility المرونة and stronger and healthier bones عظام أقوى وأكثر صحة and muscles وكمان عضلات أقوى وأكثر صحة الموضوع اللي معها والله بسيط جدا سوري يعني أنا ما بحبش أقول الكلمة دي بس أنت بتهري بس مش بتعمل تكرار لللي أنت بتقوله على قد ما تقدر بتقوله بأسلوب مختلف أجمل بتضيف معلومة زيادة when we develop خلاص بأنا هاجي للparagraph الثالث مثل اللي بألخص فيه الموضوع كله when we develop healthy habits لما بنتور العادات الصحية بتاعتنا we can learn to make healthier decisions نقدر نتعلم بقولها بقى بشكل تاني ها بقول اللي أنا قلته فوق بتلخيص بشكل تاني إن إحنا نقدر نتعلم إزاي نقدر ناخد قرارات صحية or choices أو اختيارات صحية like when and what to eat إمتى وكيفة أو ماذا أأكل أنا آسف and when to exercise ومتى تتدرب we can also learn to keep our body fit نقدر كمان نتعلم إزاي نخلي جسمنا لائغ بدانية كلام ده كله إحنا قلنا فوق إحنا قلنا بنلخص in life we have many rules موضوع مش صعب تقدر تاخد سكرينشوت بعد كل مرة أنا بتوقف فيها عشان تخلي معاك الإجابات وتحتفظ بها هنا بنكون وصلنا نهاية حلقتنا ياريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك أو حضرتك مش مش اشتركين في القناة يساعدنا اشتركوا وانضمامكم لقصة القناة ياريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لإني مع تفعيل زر الجرس بيجيلك إشعار مع نزول كل حلقة من حلقتنا تبتكون قادر تتابع معانا أول بأول الناس اللي بتحب تبحث عن حلقاتنا على يوتيوب تقدر تكتب في محرك البحث الكلمات اللي بدوني الأقواص دي إيز انجليزي ولا ثانية وعشرين وعشرين هتظهر لك الحلقات الخاصة بينا والحلقات الخاصة بعشرين وعشرين على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية لو حضرتك استخدمته في البحث على فيسبوك هيظهر لك الصفحة اللي باسم مستر طالبنة وهيظهر لك الجروب اللي باسم إيز انجليزي مستر طالبنة يسعدنا انضمانكم للصفحة وللجروب علشان كمان تكونوا متابعين معانا أول بأول هتمنى يا رب ان انا اكون قدر تافتكم النهاردة كان معكم مستر طالبنة من قناة إيز انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة